وقد استمعت قبل فترة إلى مقابلة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وزعيم المقاومة الإسلامية في لبنان مع قناة المنار في 2 أبريل 2016 وهو يتحدث عن الشيخ محمد تقي بهجت الذي توفي في قوم سنة 2009 ويشيد بمواهبه وكراماته وصفاته الروحية وينصح بقراءة كتاب الناصح الذي ألف حوله ويقول لولا الجانب المعرفي الأرفاني لما كانت المقاومة تنتصر وتنتشر وأن الدافع الإيماني بالله كان عاملا مهما في النصر وقد استند السيد نصر الله في موقفه المبجل للشيخ بهجت إلى استخارته حول موقف سياسي معين ترشيحه لمنصب الأمين العام لحزب الله أخذ استخارة من عنده يعني في فترة سابقة في الثمانينات وجواب الشيخ له بعدم التصدي لذلك والاستخارة كما هو معروف يعمل بها كثير من الشيعة من العلماء والأوام حتى من عامة الناس بالمسبحة أو القرآن الكريم ويعملون على ضوء نتيجتها في كثير من مواقف حياتهم اليومية ولا سيء ما عند الحيرة عندما يصاب أحد بحيرة ولا يستطيع اتخاذ قرار معين فيلجأ إلى الاستخارة وهناك نقاش وجدل حول الاستخارة أنها واردة من أهل البيت صحيحة يعني شيء معقول أو غير معقول على أي حال وقد اعتبر السيد نصر الله جواب الشيخ بهجة له المطابق لما كان يعاني منه ويحتاب فيه هو كان يرفض يعني أن يكون أمينا عاما دليلا على تمتع الشيخ بحالة أرفانية عالية تستحق الاهتمام والإعجاب ونقل السيد نصر الله عن الشيخ مصباح يزدي أن الإمام الخميني كان يزوره باستمرار يزور بهجة يعني وكذلك الخامنئي ويستفيد من إرشاداته وأن الخميني يقول بأن بهجة كان يمتلك قدرة الموت الاختياري وكان السيد نصر الله قد تحدث في العام الماضي بتاريخ 6-3-2015 خلال الاحتفال التكريمي للشيخ بهجة والذي أقامه معحد المعارف الحكمية في بيروت وقال عنه أنه منها بمثابة القطب من الرحى وأنه شخصية مميزة من العرفاء القادرين على الأخذ بيد الطالبين وإيصالهم إلى الهدف على العكس من أدعياء الأرفان الذين يحملون أفكارا غريبة عن الإسلام والسنة وسيرة المعصومين والمتأثرين بالأفكار الهندية واليونانية وأشار السيد حسن نصر الله إلى صعوبة التمييز بين الرجال المتصدين والمعروفين في هذا المجال بسبب وجود إدعاءات كاذبة ومخاذعة وأصحاب دكاكين وقطاع طرق مستفيدين ومستغلين كأدعياء النيابة الخاصة عن الإمام المهدي واليماني وحفيد المهدي وهو ما يحتم الحذر والاحتياط أكثر من الحذر في اختيار مرجع التقليد وضرورة معرفة العارف الحقيقي الذي يكون على درجة عالية من الألم والفقاهة والمعرفة النظرية والجد والاجتهاد والتقوى والورع وأن يكون سالكا وواصلا أعلى القمم والدرجات ويتحدث من موقع التجربة والمشاهدة حتى يجوز تسليم الإنسان نفسه وعقله وروحه ومصيره إليه ثم قال السيد نصر الله تجد نفسك بين يدي نعمة إلهية عظمى تتمثل بولي إله العارف الفقيه المرجع سماحت آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجد الذي أجمع الكل على عظمة روحه وشموخ مقامه وصفاء ونقاء وزهده وفقهه وكراماته الكثيرة العظيمة وإذا كان الواله العطشان الطالب والطالب الولهان يلوذ بهذا الزمن الصعب فبه يلوذ وإلى هذا الولي الناصح يلجأ وبنوره يهتدي وخلفه يسلك مطمئن القلب واثق الخطأ أن يمضي إلى الصراط المستقيم وما نحتاجه هو أن نتعرف على هذه الشخصية الربانية وتعريفها للناس لنقتدي به ونستضيء بنور علمه عسى أن نصل إلى بعض ما وصل إليه هذا ما قاله السيد حسن نصر الله حفظه الله وهذا ما دفعني إلى البحث في الانترنيت عن كتاب الناصح مما أقلم رجدا ترجمة نانسي قنقر